شديد يا دكتور في الفترة الاخيرة انتشرت ظاهرة عقوق الابناء ما كناش زمان نسمع عن ان ابن عاق او يتطاول بمد الايد او بالسبق او بالشتم الابو او امه ما كناش نسمع ده زمان النهاردة بقت منتشرة وبقت بنشوفها كتير وبنشوف حالات زي دي كتير ومصورة فيديوية طار فيه في مصر قانون بيعاقب الابن العاق على تصرفاته مع والدي هو حداك بالنسبة للتشريع ده للأسف شديد يعني الحالات العقوق والاهمال لا تصل الى السلطات العامة في الدولة لانه المسن او كبير السن او الاب او الام اللي بيتم اقوقهم او اهمالهم او الاساءة ليهم للأسف انا عايز اقول لها اكتر من تسانين في المم منهم لا يتقدموا ببلغات او شكاوى خوفا على ابنائهم يعني المجنع ليه يخشى على الجانب للأسف وحتى اذا وصلت هذه الامور الى ساحات القضاء او الى جهاز الشرطة سرعان ما يتنازل الاب او الام او الجد لصالح اسمحة الدكتور بمناسبة الكلام اللي حاجبت تقوله انا من حوالي عشر سنين في محكمة جنح مستأنف مدينة ناصر شفت منظر الحقيقة انا هيعني ارجو نستاذ المشاهدين ينتبهوا قوي للي هقوله دلوقتي كانت جنح الضرب فيها حكم ست شهور والمتهم بيحضر حضرت المجنع عليها عشان تتنازل والمجنع عليها كانت ام المتهم وهي اللي اتضربت وكان فيه تقرير طبي وكان ضربه مبرح ومع الاسف الشديد قاعدت تبكي طول الجلسة وتترجى القاضي وتتحيل عليه والقاضي كان مصمم على حبسه بشكل غير طبيعي يمكن حتى وجه له لوم وتعنيف ويعني القاعة اهتزت واصرت الام على البكاء البكاء المستمر حتى اخذت من القاضي وعدا بانه هينهي القضية صلحا ما اقول سعدتك ان المشكلة دي ان حتى هذه الحالات الاساءة من الابناء للاباء او من الشباب المسنين داخل الاسرة لا تصل الى ساحات القضاء لسببين السبب الاول الخوف من يعني الفضيحة والاساءة للأسرة السبب التاني انه يعني الاب او الام بيقول اذا كان اسي شوية احسن من انه ينقطع عني خالص فاذا وصلت المسألة الى الشرطة او القضاء او حتى الى الاقارب ربما يحرم الاب او الام نهائيا من مثل هذا الابن العق فهو يعني يتحمل قدر من القسوة او الاساءة خوفا من الحرمان التام من هذا الابن او من طب لي يا دكتور القانون المصري ما بيعملش الظرف مشدد تبقى عقوبة مشددة حالة الاعتداء على شخص مسنس الاسيان كان اب او غير يعني ابوه او مش ابوه او اي حد من عيلته بالضبط لكن اعتدى على مسن يعني صحته يعني مش بنفس القدرة اعتدى عليه ما تبقاش ليه فيه زرف مشدد للعقوبة او حدك انا انا بقين ساعتك ومن خلال منبرك المشهود والمنتشر اعلاميا جدا بطالب بان يعتبر الاعتداء على المسن زرف مشدد سواء في قضايا الاتل او قضايا الضرب او الجرح او قضايا حتى السب والقصف والاهنة والتحقير المغرب دولة المغرب المادة التماثة وتسعين من قانون العقوبات بيجعل اذا الفرع قتل الاصل عمدا تبقى العقوبة الاعدام يعني جعل رابطة القرابة وجعل من سن زرف مشدد زرف مشدد فانا اتمنى ان يكون زرف السن للمجن عليه زرف مشدد بصفة عامة واذا اقترنا السن مع كون الفاعل او المجرم او المتهم قريبا للمجن عليه يجب ان تكون العقوبة مشددة جدا وحاليا القضاء يستطيع ان يوازن مسألة من خلال ساعتك تعلم ان فيه حد ادنى وفيه حد اقصى العقوبة فالقاضي حين يجد ان هناك صلة ما بين الفاعل والمجن عليه دائما يبدأ من الحد الاقصى وهو نزولا بس الحد الاقصى حتى والحد الادنى الموجودين حاليا لا يحققان الهدف من الحماية المنشودة لكبار السن او الحكماء خاصة اذا كانت الجريمة او الاساءة او الاهمال وقع من جانب احد الابناء لانه مهما اعطى الابناء لاباهم الاب ده يعيش كم سنة بعد ان يصبح في حالة يحتاج فيها الى الرعاية والانفاق كده اي من كلام حضرتك ان لا يوجد في القانون المصري اي رعاية او حماية لحكماء الامة المصرية ده اذا كان الادنى وقع عليهم بحكم ظرف السن مبدئيا واذا وقع اصلا من اقار انا اتمنى ان يكون هناك ظرف مشدد على دركتين ان يكون هناك تشديد اذا كان المجن عليه سواء في قضايا الادنى على الحياة او على سلامة الجسد او على المشاعر والشرف يبقى ده حتى لو مفيش قرابة بين الطرفين يجب ان يكون هناك تشديد ويجب ان يكون التشديد اكثر صرامة اذا كان المعتدي او الفاعل قريبا لو كان احد الاصول او الفروع او الاشقاء او الاخار تسمح لي باضافة صغيرة ويستسنى في التصالح هذا الامر يعني لو المجني عليه جيت صالح في هذه القضية اللي الطرف فيها ابنه ضربه اعتدى عليه يبقى هنا حق المجتمع يظهر مش حق المجني عليه يعني الصلح لا يكون ملزم للمحكمة ملزم للمحكمة في حالة ارتكاب هذه الجريمة